نحن الآن في حي بابلو بيكاسو أشهر حي في فرنسا اليوم يقع في ضحية نونتير حيث ولد نائل وترعرع وقتل جهتان غير مرحب بهما هنا الشرطة الفرنسية ووسائل الإعلام الأولى لأن أحد عناصرها قتل نائل والثانية لأن بعضها شيطن الضحية وأصدقاءه وسكان هذا الحي في هذه الأبنية الشاهقة يعيش خليط سكان من أصول عربية وأفريقية ينظر إليهم من قبل شريحة واسعة من الفرنسيين على أنهم قنابل موقوتة لكن جون كلود الذي يعيش بينهم كان له رأي آخر في المبنى الذي أقتن به يوجد شبان بعمر 16 عاما و17 عاما وهم جيدون جدا لكن الشبان عموما ينقصهم كل شيء هنا إنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون هنا يمكن رؤية عبارات الانتقام لنائل والتنديد بعنف الشرطة والدعوة إلى ثورة أيضا مثل ما كتب على هذا الجدار البعض يفسرها بثورة على واقع صعب يعيشه سكان هذه المناطق يجب الاستثمار بشكل أكبر في الضواحي ويجب الاعتراف بأنهم أكثر الناس فقرا في فرنسا لا يجب تركهم غارقين في الفقر يجب إعطاؤهم مقومات لتحسين ظروفهم يقول شبان هذه المناطق وكلهم يرفضون الحديث لوسائل الإعلام خشية من أن تتعرف الشرطة عليهم بعدما واجهوها لخمسة أيام إنما فعلوه كان من أجل أن يسمعوا أصواتهم لمؤسسات الدولة علها تعترف بأن أزمة الضواحي ليست نقصا في الموارد فقط وإنما المساواة في معاملة سكانها مثل سكان مناطق أخرى فددهوك العربية فاريس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر